تعرف أنك ممكن تسافر إلى كندا بعقد عمل من شركة كندية من غير ما تقدم على الوظائف إطلاقا هذا عن طريق منظمة سكيلد ووركر الكندية هذه منظمة غير ربحية داخل كندا تساعد في إيجاد وظيفة والانتقال إلى كندا وفي نفس الوقت تساعد الشركات أو صاحب العمل الكندي في إيجاد عمل بطريقة سهلة كندا حاليا مسنف البلد رقم واحد في نقص اليد العاملة في العالم وبرغم من أن الحكومة الكندية أعلنت عن كثير من برامج الهجرة حتى تستقطب مهاجرين للعمل في هذه الوظائف إلا أنها إلى حد هذه الساعة ما زالت تعاني من هذا النقص الحاد وأنا سبق لي وشرحت لكم أسباب هذا النقص في هذه الأسباب جعلت أصحاب العمل والشركات الكندية تعبر عن استياءها من نظام الهجرة هذا لأنها تجد صعوبة في العثور على مرشحين مؤهلين لذلك المنظمة اللي سنتكلم عنها اليوم تحاول معالجة هذا النقص الحاد في العمالة من خلال توفير أكبر عدد من العمال الأجانب لهذه الشركات أفضل ميزة في فيديو اليوم هو أنك لن تقدم على مئات الوظائف وتنتظر رد من أصحاب العمل المنظمة ستوفر عليك كل المجهودات هذه وهي اللي ستبحث لك عن عمل يناسبك يعني أنت معليك كان ملأ نموذج التقديم والمنظمة هي اللي ستقدم ملفك الشخصي لأصحاب العمل والشركات الكندية ثاني ميزة وهو مش مطلوب منك سن محدد أو سنين خبرة محددة أو كشف حساب بنكي أو تعليم عالي أو اختبار في اللغة ليه بدون كل الشروط هذه ثالث ميزة أنت ومن أي دولة في العالم من تونس من مصر من أستراليا مهما كانت دولتك فأنت مؤهل للتقديم اعمل لايك للفيديو كدعم للمجهود وإذا كنت جديد لا تنسى الاشتراك في القناة واتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد أول بأول سنقسم فيديو اليوم إلى جزئين الجزء الأول سنتعرف فيه على المنظمة والدور اللي تقوم به والجزء الثاني سأشرح فيه طريقة ملأ استمارة التقديم إذن نبدأ بأول جزء عنه كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي للمنظمة كما قلنا في أول الفيديو هذه المنظمة تسمى بسكيلد ويركر المنظمة هذه عبارة عن وسيط بينك وبين صاحب العمل الكندي يعني يقبلوا طلبات من المتقدمين من بعد يقدموا الملفات هذه لأصحاب العمل والشركات الكندية مثلا أنا عندي شركة أو فندق وأبحث عن طباخين المنظمة ستقدم لي ملفات متقدمين مختصين في مجال الطبخ وأنا كصاحب فندق سأختار الطباخ المناسب العملية ستكون هكذا تقدم المنظمة أيضا عدة خدمات أخرى على غيرات تقديم ملفك الشخصي لأصحاب العمل تقدم أيضا مساعدة في تعلم اللغة الإنجليزية تقدم أيضا تدريب على عمل مقابلة مع أصحاب العمل والكثير من الخدمات الأخرى أعلم أنه سيطرح هذا السؤال في ذهنك هل المنظمة تقدم كل الأشياء هذه مجانا من غير ما تطلب منك مبالغ مالية تقوم بالبحث لك عن عمل وتقدم ملفك الشخصي لأصحاب العمل والشركات الكندية وتقدم لك تدريبات في تعلم اللغة وخدمات أخرى الإجابة على أهم سؤال في فيديو اليوم لا طبعا ليس مجاني لا أحد يقدم لك هذه الخدمات مجانا لكن المنظمة هذه تحصل على مبالغ مالية من الشركات الكندية وليس من العامل الشركات الكندية تدفع مبالغ مالية ضخمة لمواقع التوظيف والمنظمات حتى تجيب لهم عمال الجانب عبارة عن مصلحة متبادلة أنت تجيب لي عمال وفي المقابل ستحصل على أتعابك لكن الخبر المفرح هنا أن المنظمة لا تأخذ ولا مليم من المتقدم أو العامل لن يطلب منك ولا مليم إطلاقا يعني أنت عند التقديم أو عند القبول لن يطلب منك دفع أي مليم للمنظمة لأنها هي أصلا كما قلت لكم ستحصل على هذا المبلغ من الشركة أو مساحب العمل الكندي ليس يوظفك معه فأنت لعليك كان ملأ نموذج التقديم والمنظمة ستقدم ملفك الشخصي الاستمارة اللي ستملأها ستقدمها لأسحاب العمل لتبحث عن عمال بنفس مؤهلاتك ومهنتك وإذا صاحب العمل اقتنع بملفك هذا سيعطي موافقته مبدئيا في الحالة هذه المنظمة ستتواصل معك على الإيميل اللي قدمت به طبعا ويخبروك بأن هناك صاحب عمل اقتنع بتوظيفك ويحدد لك مقابلة أونلاين معه في المقابلة هذه طبعا تتفهم على كل تفاصيل العمل والعقد ومن بعد يرسل لك عقد العمل ويبقى لك كان التقديم على الفيزا المنظمة ستستفيد منك بشكل كبير لأنه إذا أنت اتقبلت المنظمة ستحصل على المبلغ المالي من الشركة لوظفتك يعني إذا ستقدم لك مساعدة في تعلم اللغة أو تدريب على مقابلة أو أي مساعدة أخرى فهذا لأن المنظمة تريد أن يتم قبولك حتى تحصل على المبلغ المالي من الشركة أفضل ميزة هنا أن الشركات الكندية لتتعامل معها المنظمة كلها معتمدة من قبل الحكومة الكندية كل الشركات معترف بها لدى الحكومة الكندية يعني أنت الآن تقوم بالتقديم وأنا سأشرح لك كامل عملية التقديم بالتفصيل بعد التقديم تستنى الرد من المنظمة على الإيميل اللي سجلت به حسنا ننتقل للجزء الثاني عملية التقديم طريقة مل استمارة التقديم تجدون رابط موقع المنظمة في صندوق التعليقات سأترك لكم أيضا رابط التقديم مباشرة حسنا تضغط على أن طالب عمل ستفتح لك هكذا تقدم كندا للمهنيين الدوليين المهرة فرص استقرار ممتازة العثور على ساحب عمل مؤهل هو أيضا طريقك إلى الإقامة المؤقتة أو الدائمة في كندا تضغط على البدء من هنا ستفتح لك هذه الصفحة كما أخبرتكم في أول الفيديو المنظمة تقدم الكثير من الخدمات المجانية نعود للأعلى ونضغط على البدء ستفتح لك صفحة نموذج التقديم تضع أولا معلوماتك الشخصية الاسم الإيميل بلد الإقامة البلد المقيم فيها حاليا المدينة المقيم فيها حاليا بلد المواطنة البلد الأصلي البلد تولدت فيه من بعد تضع كم عمرك 17 سنة أو أقل 18 سنة 30 سنة 59 سنة تحدد عمرك وآخر شيء تضع رقم الهاتف الخاص بك تضع في الأول الرمز الدولي من بعد تضع رقم هاتفك ننتقل للمرحلة الثانية هذه المرحلة خاصة باللغة أنت هنا تحدد مستوى اللغة لمعك تحدد مستوى اللغة الإنجليزية القراءة عالي يعني تجد اللغة جيدا معتدل يعني متوسط أساسي يعني أقل من المتوسط ومطلقا هنا مطلقا يقصد بها أنك لا تجد اللغة إطلاقا نفس الشيء للكتابة والتحدث والاستماع تحدد مستوى اللغة الإنجليزية لمعك من بعد تحدد مستوى اللغة الفرنسية نفس الشيء قراءة وكتابة وتحدث واستماع حسنا ننزل للأسفل المرحلة الثالثة خاصة بالتعليم هل تلقيت أي تعليم أو تدريب بعد المرحلة الثانوية يعني أنت إذا حاصل على الثانوية العامة أو البكالوريا وعملت بعدها تدريب أو درست في جامعة تضع نعم وإذا لا تملك شهادة البكالوريا أو عندك بكالوريا لكن لم تدرس الجامعة أو لم تقوم بعمل تدريب تضع هنا لا يا جماعة الثانوية يقصد بها البكالوريا حسنا من بعد تضع مجموعة سنوات التعليم تضع كم درست من سنة من أول سنة في المرحلة الابتدائية إلى آخر مرحلة درستها في حياتك تقوم بحساب السنوات درستها وتضعها هنا مثلا 6 سنوات 10 سنوات وهكذا ننزل الأسفل هنا خاص بالشهادة أو الدبلوم أنت هنا تحدد هل معك دبلوم هل معك بكالوريا ودرس بعد سنتين هل معك ماجستير ليسونس وهكذا إذا معك دبلوم في الطبخ في الرسم في البناء تضع هنا المدة لدرستها حتى تحصلت على الدبلوم مثلا أنت الآن معك دبلوم في أي مجال هنا تحدد هل حصلت على الدبلوم في سنة واحدة يعني عملت تكوين مهني أو تدريب وحصلت على هذا الدبلوم خلال سنة واحدة أو سنتين أو خلال ثلاث سنوات نفترض أنه معك بكالوريا وأكمل تعليمك في الجامعة هنا تحدد كم درس بعد المرحلة الثانوية أو البكالوريا إذا معك مستوى دراسي عامين بعد البكالوريا تضع هذا الخيار معك ثلاث سنوات بعد البكالوريا معك أربع سنوات معك دكتوراه تحدد المرحلة اللي وصلت لها نفترض أنك لا تملك دبلوم ولم تصل إلى مرحلة العامين بعد البكالوريا في الحالة هذه تضع غير مكتمل وتضع المرحلة اللي وصلت لها من بعد تضع مجال الدراسة أو التدريب إذا أنت عامل بناء تضع معك دبلوم في مجال البناء إذا معك سنتين بعد البكالوريا تضع مجال الدراسة المجال اللي درسته مثلا مجال الهندسة وهكذا من بعد تضع التاريخ اللي بدأت فيه المرحلة الدراسية أو التاريخ اللي بدأت فيه التدريب مثلا وضعت معك ديبلوم تضع الفترة اللي حصلت فيها على الديبلوم اليوم اللي بدأت فيه إلى غاية انتهاء فترة التدريب وتضع اسم المعهد أو المؤسسة اللي حصلت منها على الديبلوم أو على الدرجة التعليمية وهنا تضع المدينة والدولة لدرس أو تدربت فيها نفترض أنه معك ديبلوم آخر وتريد وضعه في الحالة هذه تضغط على أضف آخر وتضع كل المعلومات الخاصة بهذا الديبلوم هل كان لديك خبرة عمل مدفوعة الأجر في السنوات العشر الماضية إذا اشتغلت من قبل في وظيفة مدفوعة الأجر في مهنتك الأصلية المتحصل منها على شهادة أو ديبلوم تضع هنا نعم أو لا حسنا هنا إذا اشتغلت من قبل في وظيفة تضع اسم المؤسسة أو الشركة اسم الوظيفة اللي اشتغلتها سبك ميكانيكي سيدلي وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء نفترض أنك ما زلت تشتغل إلى حد هذا اليوم تضع في تاريخ الانتهاء تاريخ اليوم يعني ما زلت تشتغل إلى حد هذه الساعة من بعد تضع حالة الوظيفة بدوام كامل أو جزئي وهنا تضع عدد ساعات العمل في الأسبوع مثلا أنت تشتغل ثماني ساعات وترتاح يوم في الأسبوع تقوم بحساب ثماني ساعات في ست أيام وتضع هنا كم ساعة يا جماعة عدد الساعات هنا في الأسبوع الواحد وليس في الشهر كم ساعة تشتغل في الأسبوع من بعد تضع المدينة والدولة اللي تشتغل فيها وهنا وجبات العمل الدور أو الأدوار اللي تقوم بها في هذه الوظيفة نافترض أنك اشتغلت في أكثر من شركة أو في أكثر من وظيفة تضغط على أذف آخر ونفس الشيء تضع المعلومات الخاصة بالوظيفة الثانية المهم تضع كل الوظائف اللي اشتغلتها من قبل ننزل للأسفل هنا يقول لكي الاختيار الأفضل للمقاطعة والمدينة الكندية للتوظيف يعني أنت ما هي المقاطعة أو المدينة لتريد أن تشتغل فيها في كندا مثلا تريد العمل في كيبيك في مونيتوبا في أونتاريو أنت هنا تضع المقاطعة أو المقاطعات لتريد العمل فيهم نافترض أنك تريد العمل في أي مقاطعة في الحالة هذه تضع أسامي كل المقاطعات الكندية ستظهر لك أسامي كل المقاطعات الكندية تكتبهم هكذا يا جماعة هذا سيساعد المنظمة في معرفة المكان أو الأماكن لتريد العمل فيهم حتى من بعد تقدم ملفك لأسحاب العمل في المقاطعات لاخترتهم حسناً ضع قائمة بأفضل ثلاث مهارات مهنية لديك تضع ثلاث مهارات في مهنتك مثلاً أنت نجار تضع هنا ثلاث مهارات تكتسبها في المهنة هذه طبيب نفس الشيء تضع ثلاث مهارات تكتسبها في مجال التب وهنا يقول لك ضع أفضل ثلاث مهارات شخصية مهارات شخصية وليس مهنية هنا فرق بين المهارات الشخصية والمهنية أنت هنا تضع مهاراتك الشخصية مثلا عندك مهارات في الاتصال وهكذا تضع ثلاث مهارات شخصية حسنا هنا إذا معك ملف تعريف في الإكس بريس أونتري تضع نعم وإذا لا تملك ملف تعريف في الإكس بريس أونتري تضع لي إذا معك ملف تعريف تضع التاريخ اللي قدمت فيه الملف هذا والدرجة اللي حصلت عنها هل لديك أقارب مقيمين في كندا تضع نعم أو لي إذا عندك أقارب تضع هنا نوع القرابة أخوك، ابن عمك، أبوك وأين مقيم في كندا المقاطعة والمدينة لمقيم فيها وما هو وضعهم في كندا حسنا هنا إذا أنت متزوج وتريد استحاب عائلتك معك الشريك والأطفال هل أنت أو شريكك أو أطفالك تعانون من أمراض خطيرة تجيب بنعم أو لي هل أنت أو أحد أفراد عائلتك مدين أو متهم حاليا بأي جريمة في أي بلد تجيب بنعم أو لي هل تقدمت أو تقدم أحد أفراد عائلتك على تأشيرة هجرة إلى كندا تجيب بنعم أو لي هل زرت أو زار أحد أفراد عائلتك كندا سواء للدراسة أو زيارة أو عمل تجيب بنعم أو لي سواء أنت متزوج أو غير متزوج تجيب على الأسئلة هذه حسنا هنا يقول لك كيف وجدتنا تضع أول خيار وهنا إذا تريد يمكنك أن تكتب رسالة تحفيزية ليس شرط تقدر تكتب أو لي من بعد ترفع السيفي تضغط على رفع وتحمل السيرة الذاتية الخاصة بك طبعا السيفي يكون على الطريقة الكندية وآخر مرحلة تضغط على قدم الطلب وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي ستسلك رسالة على الإيميل اللي سجلت به ستجد فيها كل المعلومات لوضعتها وإذا صاحب عمل اختار أنه يوظفك ستتواصل معك المنظمة وتخبرك بكل الإجراءات القادمة ملاحظة قبل أن أنسى عند التقديم بالهاتف إذا وجدت صعوبة في ملء النموذج حاول تغير وضع الهاتف إلى وضع الحاسوب تضغط هنا على وضع الحاسوب ومن بعد تكمل عملية التقديم هذا كان كل شيء في فيديو اليوم لو الفيديو هذا عجبك واستفدت منه أي معلومة ما تنسيش تعمل لايك للفيديو ومشاركته مع أصحابك المهتمين بالسفر والعمل في كندا حظ موافق